وطالبات الصف الثالث الاعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس التاريخ للصف الثالث الاعدادي في الترمي التاني بعنوان حرب اكتوبر تلاتة وسبعين في البداية هنتكلم النهاردة عن مرحلة جديدة من مراحل الصراع العرب الاسرائيلي الجيش المصري خاط حروب ضد اسرائيل عرفناها يا جماعة اللي هي حرب فلسطين تمانية واربعين والعدوان الثلاثة وعدوان خمسة وسبعة وستين النهاردة هنتكمل كلامنا عن حرقة من حرقات الصراع العرب الاسرائيلي وهي حرب اكتوبر تلاتة وسبعين تمام وتمت في العاشرة من رمضان عام الف تلتمية تلاتة وتسعين طيب في البداية كده عايزين نعرف ما هي الاطراف المتنزعة في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين كانت بين مصر واسرائيل طيب ايه الاسباب رقم واحد خضنا حرب اكتوبر تلاتة وسبعين بسبب رفض اسرائيل لكل نداءات السلام بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها على ازالة اصال نقصة خمسة وين وسبعة وستين لذلك قبل ما انخوض الحرب كان يجب علينا ان احنا نكون بمجموعة من الاستعدادات فكان عندنا في استعدادات على الجبهة الداخلية وعلى الجبهة العربية على الجبهة الداخلية في عهد انور السياد قام برفع الرقابة على الصحف اتنين قام باصدار دستور جديد للبلاد اللي هو دستور الف تسعمائة وواحد وسبعين قام بالغاء الحراسات والاجراءات المقيدة للحريات تم القضاء على مراكز القوة وتجهيز الجيش وتسلحه باحدث الاسلحة طبعا المستوى العربي قلنا عملنا ايه الاسعادات الموجودة على المستوى العربي رقم واحد تم الاستفادة من كل الموارد والامكانيات العربية المتاحة اتنين تصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي طيب هنتكلم بقى على الاحداث اللي تمت في حرب اكتوبر تات وسبعين على الجبهة المصرية قلنا على الجبهة المصرية احنا عندنا جبهة المصرية والسورية جابها المصرية أعطى رئيس محمد أنور السيدات إشارة بدء الحرب وبدء العمليات العسكرية طيب اتنين قام سلاحة تيران بقدرة محمد حسن مبارك بدربة جوية ناجحة بالإضافة إن قامت المدفعية بإطلاق النيران على طول القناة يبانا كان عندي أول حاجة سلاحة تيران ثم بعد ذلك المدفعية قامت بإطلاق النيران طيب إنه تجم ترتبة على إطلاق المدفعية النيران على طول خط القناة واحد تم تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية الإسرائيلية عبور الكوات أو الدبابات والمضرعات والقليات العسكرية المصرية بمختلف أنواعها ثم بعد ذلك تم تدمير خط برليف سطورة إسرائيل في ست ساعات وانتشرت الكوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس وتم رفع العالم المصري هناك وأسرى مئات الجنود الإسرائيليين وسطرنا أعظم الانتصارات في البر والبحر والجو طيب تعالى بقى نتكلم عن الأحداث على الجبهة السورية نفس الأحداث اللي كانت موجودة على الجبهة المصرية بالزبط بدأت الكوات السورية بالهجوم في نفس اللحظة التي بدأت فيها الكوات المسلحة المصرية تبقى للاتفاق بين القيادتان العسكريتين في البلدين وبدأت العمليات العسكرية حيث رقم واحد عبرت الطائرات السورية إلى منطقة الجولان دي المنطقة اللي كانت إسرائيل محتليها من سوريا اتنين اندفعت الدبابات والمدرعات نحو خط ألوان خط الدفاع الإسرائيلي اللي كان موجود في الجولان وده كان بيماس الخط برليف اللي كان موجود على الجبهة المصرية دارت معارك جوية عديدة بين الطيران الإسرائيلي والطيران السوري اللي استمر في تقديم دعم الكوات البرية التي اخترقت خط الدفاع الإسرائيلي ودمرته تماما ونتيجة الخسائل الكبيرة في إعداد الجنود والطائرات التي لحقت بإسرائيل على الجبهات المصرية والسورية طلبت إسرائيل المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية طيب تعالى من التكلم عن الدور العربي أثناء الحرب فعلا كان دور مشرف جدا حيث أنه كان دور فيه دعم عسكري ومالي وسياسي الدعم العسكري رقم واحد قدمت بعض الدول العربية دعم عسكريا زي مين؟ تونس، جزائر، المغرب، العراق، ليبيا، الأردن، السعودية، السودان، الكويت بعض الدول قدمت دعم مالي زي السعودية والجزائر والأمارات طيب هناك بقى كان موقف جميل من بعض الدول الخليج العربية أصدرها وزراء النفط العرب كارون في اجتماعهم بالكويت نص على واحد خفض إنتاج البترول اثنين حظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية تمام؟ خاصة من الدول المساعدة لإسرائيل كلها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات مالية عاجلة لإسرائيل طيب ما نشوف بقى كده الولايات المتحدة الأمريكية زي دعمت إسرائيل؟ عسكريا وماليا وسياسيا عسكريا قامت بإقامة جسر جو لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل اثنين قدمت معلومات عسكرية لإسرائيل مما أدى لحدات صغرة عندنا اسمها صغرة الدفرسوار طيب ماليا قدمت مساعدات مالية عاجلة ضخمة لإسرائيل طيب سياسيا لأننا تدخلت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتم إصدار قرار مجلس الأمن 338 بوقف جميع الأعمال الحربية بدءا من يوم 22 أكتوبر 1973 وبعدها تبدأ أو بدأت مباحثات المفاوضات بين الطرفين المصري والإسرائيلي طيب تعالوا ما نشوف ما هي الشخصيات المديرة اللي كانت موجودة في حرب أكتوبر حاجة نهتزي بها طبعا أول شخصية موجودة عندنا المشير أحمد سماعيل ده كان مدير المخابرات العامة ووظفته كان مدير المخابرات العامة ثم وزير الحربية والقائد للقوات المسلحة تولى القيادة العامة الموحدة دوره في الحرب بأنه هو تولى القيادة العامة الموحدة لقوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر 1973 تولى التخطيط والتنصي على طول الجبيتين المصرية والسورية بدقة ومهارة عالية قاد خطة الخداع لصرف أنزار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية طب إزاي تم تكريمه وحصل على وسام نجمة سينة هو أعلى الأوسمة العسكرية الفريق سعد الدين الشازلي اختراه الرئيس أنور السادات ده وظيفته رئيسا لأركان حرب الكوات المسلحة عام 1971 وظل بها حتى 13 ديسمبر عام 1953 73 آسف 73 طيب شارك مع القادة العسكريين في تطوير القوات المسلحة وفي وضع خطة عبور قناة السويس ده دوره في الحرب وتحطيم خط برليف وقمت تنفيذها في 1973 طيب إزاي تم تكريمه في الزكرة تلاتة وتلاتين تسعة وتلاتين للنصر الأكتوبر بمنحه قلادة النيل العزمة طيب الفريق محمد عبدالغان الجمسي شغل منصب رئيس هيئة عمليات الكوات المسلحة عام 1972 طيب دوره في الحرب عمل إيه؟ قامت الهيئة بعدها الدراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعملات الهجومية على إسرائيل على طول الجباتين المصرية والسورية مما كان له الأثر في إحراز النصر طيب زي تم تكريمه؟ هنقول عمل إيه؟ تم تكريمه أنه هو أصبح رئيس الأركان حرب الكوات المسلحة في ديسمبر عام 1973 طيب وبرضه لننسى أمجاد العسكرية المصرية في حرب أكتوبر كل أبناء مصر اللي شاركوا في الحرب من قادة وضباط وصف وجنود طيب ما هي النتاج والدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973 مهمة جدا؟ رقم واحد تعد حرب أكتوبر نقطة التحول في الصراع العرب الإسرائيلي حيث يثبت أن منطق القوى لا يمنح سلاما تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي لازل يقروا عودة الثقة المقاتل العرب والمصري تلاتة هدم قصص العقيدة القتالية للكوات الإسرائيلية أربعة انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية بعد انهيار خطوط الدفاعية والتحصينات مثل خط برليف خمسة انتهت حالة اللا سلم واللا حرب وأفسحت المجال مفاوضات السياسية من منطلق القوى العربية ستة أظهرت حرب أكتوبر أهمية سلاح النفط العربي سبعة أصلت في العلاقات بين إسرائيل والدول محبة للسلام في أسيا وأفريقيا وأوروبا ونتجه بعد ذلك إلى التدريبات سينيا التدريبات اكتب كلمة صواب أمام العبرات الصحية وكلمة خطأ أمام العبرات الخاطئة مع التصويم طيب الف اصدار دستور جديد عام ١٩٢١ كان اجراء لتهايات الجابعة الداخلية من مصر غلط اه اجراء ده صح صح اصدار دستور جديد عام ١٩٦١ كان اجراء لتهايات الجابعة الداخلية صح اعطى الرئيس السادات اشارة بدء حرب اكتوبر تلاتة وسبعين صح سامت مشاركات الدول العربية في حرب اكتوبر في تحقيق النصر صح يعرف خط الدفاع الاسرائيلي في هضبة الجلام باسم خط برليف غلط خط ألوان طيب بما تفسر ايه سبب احداث صغرة في منطقة الدفرسوار قلنا بسبب تقديم الولايات المتحدة الامريكية معلومات عسكرية لإسرائيل سعدتها في احداث صغرة في منطقة الدفرسوار طيب بما تفسر انتصار العرب في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين أكيد بسبب مساهمات الدول العربية ودعمها عسكريا وماليا وسياسيا حيث بعض الدول قدمت دعم عسكري وبعضها قدمت دعم مالي وقلنا كمان قيام الدول العربية أو زراء النفط العربية في اجتماعهم بالكويت والذي قرر خفض انتاج البتول وحظر تصديره إلى كل الدول المساندة لإسرائيل طيب اختر إجابة صحيحة من بين الإجابات التالية لكل عبارة أصدر مجلس الأمن القرار 338 لازي نصب وقف جميع الأعمال الحربية بقى اتخذت الدول النفضية قرار حظر النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقديم الرئيس الأمريكي المساعدات عاجلة لإسرائيل عام 1973 طيب ماذا كان يحدث إذا استجابت إسرائيل لقرار مجلس الأمن 242 هنقول كانت إسرائيل سوف تنسحب من كل الأراضي التي احتلتها في حرب 65 ولم تقم حرب اكتوبر 73 طيب ماذا كان يحدث إذا لم تستخدم الدول العربية البترول كسلاح في حرب اكتوبر هنقول لم تتدخل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط عن مجلس الأمن بازدار مجلس الأمن 338 بوقف جميع الأعمال الحربية بدءا من يوم 22 أكتوبر 1973 طيب ماذا كان يحدث إذا اعتمدت مصر على سلاح الطيران فقط في حرب اكتوبر هنقول لن يكتمل النصر ولن يكتمل النصر ولن يتم تحطيم أعداد كبيرة من الطيرات والمعدات العسكرية الإسرائيلية ولن يتم عبور تأمين عبور الدبابات والمدرعات والقليات العسكرية وكان يكون هناك صعوبة في تدمير خط برليف ولن تمتشر قوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة سويس ولن يتم رفع العالم المصري ولن يتم أسلمئات الجنود الإسرائيليين طيب عايزين نزبط بالأدلة التاريخية أنا هتحرب اكتوبر 73 نظرية الأمن الإسرائيلية طبعا هنقول بسبب انهيار الخطوط الدفاعية والتحصينات القوية مثل خط برليف هنم الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته